وايضا فريق كرة القدم اللي احنا هنروح له دلوقتي فريق كرة القدم في النادي الاهلي اللي عنده مباراة مهمة جدا بكرة امام مصر المقصة شفنا المباراة السابقة امام الجونة وكل المباراة القادمة هتكون مباراة صعبة مفيش مباراة سهلة كل المباراة القادمة اللي اتدت من مباراة الجونة كلها مباراة كؤوس صعوبة مباراة الجونة السابقة انها جاية بعد خسارة لقب او خسارة بطولة كانت الصعوبة من هنا ثقة اللعبة أنها ترجع مرة تانية ما كانش الأداء مهم الأداء في المباراة اللي زي دي مش مطلوب كتير قوي المطلوب أو المهم إزاي أن أنا أحصل أو أحصل على الثلاث نقاط هو ده المطلوب خلال الفترة القادمة بنشوف النادي الأهلي بنشوف رامي ربيعة والروح الكبيرة اللعبة كلها آه الشوط الأول ما كانش الأداء عالي وده طبيعي جدا الشوط الثاني تغييرات عملها ريكاردو أضافت كتير للفريق شفنا أهداف الشوط الثاني شفنا علي معلول بيحرز الهدف الثاني وعلي معلول واحد من اللعبة الكبار جدا اللي لهم تاريخ ولهم رصيد كبير جدا في فريق النادي الأهلي ومن هنا بوجه رسالة الجمهوري النادي الأهلي اللاعب رقم واحد اللي احنا دايماً بنراهن عليه دعموكو ومسندتكو مهمة جداً خلال الفترة القادمة لعب الكرة لما بيحصل ضرب محتاج الجمهور دايماً يكون في ظهره جمهوري النادي الأهلي اللي دايماً زي ما احنا بنقول على الحلوة وعلى المرة دايماً مساند ودايماً داعم لفرقته زي ما بقول لحضراتكم المباراة السابقة مباراة الجنة لعيد النادي الأهلي كانت محتاجة المكسب فيها المكسب علشان دالها يرجع السقة مرة تانية فيه ظروف صعبة ظروف صعبة النادي الأهلي بمر بيها ظروف صعبة من إصابات وإحنا شايفين وقلنا ونادينا للمسؤولين القائمين في اتحاد الكرة اللي بحطوا الجدول يا جماعة النادي الأهلي ده اللي بيلعب باسم مصر النادي الأهلي اللي فيه أكبر عدد من اللاعبين المنتخب موجودين في النادي الأهلي الجدول المضغوط ده مش هيدر بالنادي الأهلي بس الجدول المضغوط هييدر بمنتخب مصر في وقت من الوقات مش هتلاقوا لعبة من النادي الأهلي موجودة في منتخب مصر مش هتلاقوا السلية مش هتلاقوا حمد فتحي مش هتلاقوا الشناوي مش هتلاقوا أي من أشرف مش هتلاقوا محمد شريف ولا أفشة كل الكلام ده احنا قلناه فقلنا رفقا بالناس اللي بتحط الجدول انت عايز تنهي مسابقة او دور متاسف اقول تمانية ايه المشكلة لو اخرتها اسبوعين او عشر تيام علشان تريح الجدول انت مش بتريح النادي الاهلي بس انت بتريح لعيبة منتخب مصر علشان منتخب مصر فترة القادمة ده اللي احنا كنا بالنادي بيه